موسيقى جمهورتانا موترز فقرة مشينا وتحدي المشاهير لسه مستمرة هنا في ميدان ديراب للسيارات وضيفنا لليوم الإعلامي والناشط الاجتماعي محمد النحيط محمد أول ما كلمناه قال أنا جاهز وجاي أكثر الرقم السؤال هكثره؟ خلونا نشوف موسيقى 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 محمد جيت الآن في عالم السيارات يمكن أن أول مرة تأتي الميدان ديراب صحيح والله هذه أول تجنبها صراحة أنا أسمع عنها من زمان موسيقى وميدان ديراب واصلة سمعتها عالية لكن بأمانة ما كنت أتوقع بهذا الجمال اللي أنا شوفتك أنت ناشط اجتماعي تحب أنك دائما ترفع من وعي الناس فيما يحسن حياته وميحسن حياته مجتمعنا بس عندي سؤال زي هالمكان الحين اللي مخصص لرياضة السيارات لكن الناس إلى الآن لسه تفحط بره الشوارع ليش؟ فرصة التفحيط في الشوارع أسهل من التفحيط في الميادين يعني الناس إلى الآن تتوقع أني أنا عشان أدخل ميدان مثل هذا وأستخدم هوايتي فيه وأفرغ طاقتي فيه يمكن أحتاج شهرين إجراءات ودخول ويسجلون اسمي ويأخذون مني فلوس وإلا ما يأخذون مني فلوس وسيارتي ومعرفة لكن أنا طرعا سألتك عن طريقة الاشتراك صح فوجدت أنها كثير أسهل من الناس وأنا وكثير من الناس يعتقدها لكن إذا هي في هذه السهولة أنا أتوقع لو تنشر هذه الثقافة والناس يعرفون عن هذه الأشياء التي أنت قلت لي والقوانين والشوط المطبقة هنا لسهولتها أتوقع كل العرب تنتقل هنا يالله إن شاء الله سألني أسألك كيف علاقتك في السيارات؟ يقول لك كثير من العين من الناس هناك نوع الذي يحب فخامة السيارة والرفاهية و هناك نوع الثاني الذي يحق قوة مكينو أنت من أي نوع؟ أنا توي صرت من الثاني حق قوة المكينو من الأول أحدد وضعك يا أخوي من الأول كنت أهتم صراحة قبل في قوبة السيارة من يوم أني صغير أنا سكت من عمري 11 سنة أوه من بدري لأن كنت في وقتها أخوي الكبير سافر بعيد عنه عشان يشتغل فالوالد كان كبير في العمور و يطلع كثير برد البيت فكان ما فيه لنا أتعلم السيارة و أتعلم أن يسوقها عشان نخدمها ولكن للأسف يبدوني تعلم بأسلوب خطأ كيف الأسلوب؟ لابدين أعرف والله تعلمت بأسلوب هجولة بصراحة يعني سكت السيارة و من أول ما سكتك أنت أسرع و أبغى أفحط و أبغى أسويك شيء عشت مراهقة صعبة جدا مع السيارات يعني خسرت الوالد الله يجزاه خير و يذكره كثير من المبالغ المادية بسبب السيارات اللي صلحها من وراي يا ساتر فأذكر أول ما تعلمت يعني هذا موقف بأمانة يعني أول ما تعلمت السواقة من بكرة الظهر كان أبوي نايم جاي من الشغل للتعباء أوكي و راح ادخلت الغرفة و سرقت المفتاح كي الله يجزاه خير و طقت على جيراننا و طلعته و طلعت معي و ركب معي رديف أوكي و كان في عمري ما يعرف حتى يسوق و صدامت و صفق راسه في الطبلون و دم وجهه يا ساتر و رحنا ماشي للبيت يوم جيت عند البيت قلت السيارة ما فيه مسروقة بس أبوي الله أنها ما مرت علي قال بالله مسروقة وين 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 لين جاي جمبي جلنجلت على تعليم مسواق و الله تفقّع وجهي و ما أسوأ و موقف صار معك أنت تعلم هذا الحادث طبعا هذا الحادث عجزت لأنثى ذكرياتها إلى الآن لأن أخويه راح مستشفى و صارت مشكلة و أبوه جال أمي و طبعا ضربني أبوي و ضربني أبو الولد فأنا ذقتها من جهتين طب كيف جو كانت مع البرد و الكشتات أكيد لك فيها و لك مشوار طلعت فيه قبل فترة لحفر الباطن كان لك أعمل خيري صحيح ما هو بالحيل لكنني أحب تدير أكثر أحب السيارة تسغيل أكثر رياضة التطعيس تستهويك أو لا؟ ما هو بالكثير من يوم أني صغير غريبة مع أن أغلب ربعك شايفينهم يحبوني في فترة مراهقتي استهواني الدريفت والتفحيط أكثر من البرامب كثير مرة 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 كنت أحب السيارات السبولورت والسيارات اللي عزمها قوية و دخلت في عالم ترهيم المكاين للسيارات الصغيرة ماشاء الله كانوا أخيائي اللي ربعي كلهم في هذا المود اللي حولي كلهم في هذا المود فما كنت ما تعمقت لكني كنت أشوفهم يسويون قدامي يعني ممتعة يعني كنا نتمنى والله مثل هذه الميادين موجودة عندنا من قبل كان مدينا طلعنا بالشكل الصحيح طيب محمد خلنا نطلع شوي عن جانب التفحيط طيب و دخل شوي على جانب وزارة التجارة و وزارة التجارة نازلة جلد بدا الوكالات و إلا تبغى تعطي حق المواطن ويعطيهم العافية طبعا بس أنت شايف مستوى خدمة الوكالات و وصل لين المرحلة اللي حنا نبيها لا ليه؟ و زيادة على كده ترى احنا عندنا مشكلة في الشوارع يعني انت زيد على موضوع أن الخدمة شوي نحن ما نقول سيئة لا عشان ما نكون سربيين باحتين أقل من المؤمول أقل من اللي حنا أقل من مستوانا كدولة أقل من مستوى الشعب كمستخدم يعني رجل الشباب السعوديين من أكثر الناس استخداما للسيارات لدرجة بعضهم عنده سيارتين بظهر عنده سيارة نفوذة و عنده سيارة صغيرة و عنده سيارة بيت و عنده سيارة استخدام شخصي و عنده سيارة للزحمة و سيارة للطرق السريعة و بوقتين أمورهم فمع كل هذا ما نجد الخدمة اللي احنا نبغاها بخامر صعب و مع ذلك المطبات اللي انت قلتين و ماذا سالفت شوارع عنه؟ الحفريات المطبات اللي يعني تكون قياساتها ما هي بمناسبة لنفس الشارع و نفس السيارات يعني طبعا أنا شفت مقطع قبل كم يوم عندهم اهتمام عالي يقولون للناس بالعكس إذا انت شفت مطب سيئ بلغت راحنا نجي نعدلا من بكرة وهذا كلام صحيح طيب أنا كتشفت حفرية و بلغت عليها يشهد الله هذا موقف صار معي شخصيا قدام البيت صارت في حفرية و أهملوها لين نزل الشارع من كثر المطر و تدق السيارات تنزل دقيت عليها و بلغت والله بعدها بيومين يمكن جاء و تعدلت كاملة أو بعدها بيوم طب هذا شيء كويس يعني ما أنا فيه اهتمام على قبل و صورت هذا الشيء لكن برضو احنا المواطن عليه حمل كثير أنه لازم يبلغ و يسوي لازم الدولة أيضا تهتم أكثر يعني يالله أنا بلغت عن شركة اليوم جاسة حطت لي مطب ولا ترقاء ولا تريلة و عاقبتها الشركة ليش ما هذه الشركة تعقل ولا عاد تسوي شيء زي كذا المشكلة الشركات قاعدين يزيدون لأن أكيد مفتوح لهم باب طيب خلني أخذك آخر سؤال قبل أن ندخل في التحدي موضوع الحفريات عجبني و منك ذكرت أنت دائما تطور سنابات في السيارة و كذا الزحمة ما تستفزك على هالحفريات والله يا أشوفكم روق دائما بالسناب يا أخي مبتسم لأنني بالعادة أمشي جنب حفريات قطار الرياض أي فإذا شفت يا أخي كأني كذا تجيني صورة بعد أربع سنين و شو بيصير بتصير نقلة نوعية يعني متحمس له أي والله جدا 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 و كنت أنا أسبوع اللي راح نازل نفق مع قطار الرياض و شفت بعيني كل شيء شفت عندهم مكينة اسمها سنعة هي اللي تحفر الأمثار هي اللي تحفر صح أي دخلتها والله و شفت العمل و ارتحت يا أخي يا أخي أول شيء المهندسين كلهم سعوديين و العمل فيه دقة غير عالية صح والله لما تدخل تحت و تشوف مدى شغلهم و أفكارهم تقول يا أخي شكلي أنا في أوروبا صح ترى هذا أكبر مشروع ينفذ على مرحلة واحدة في العالم نحن سبق و تكلمنا المشاهدين عن موضوع متر الرياض يمكننا أن تشوفونا على اليوتيوب لكن محمد كيفك مع السرعة؟ لا أمور طيبة رجل يسقين لها شو حسنا لدينا فقرة تحدي المشاهر في فقرة مشينة ستأخذ سيارة البرنامج الهندوي جينيسيس كو بي ستنطلق في سباق ضد الزمن في حلبة الدراق هنا في ميدان ديراض يعني رجلي للمكينة بالضبط مطلوب منك أنك تكسر الرقم الآن صاحب الرقم الأعلى اللي هو عز بن فهد إذا كسرته و ما حد كسره بعدك رح تتواج معنا في آخر الموسم عسك جاهز بس لا 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 إزهل أمرك بالتكسير يعجبني المتحدي مشيني خل عز بن فهد يرقد تريد تشوف شغله اليوم يلا بسم الله موسيقى 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 اللي يعجبني في محمد أنه جاي متحدي و شفتوا الحماس اللي موجود عنده بس حيقدر يكسر الرقم؟ بلنا نسأله هابو حميد جاهز؟ موسيقى جاهز؟ أنت حديت فينا و قلتني أنا ما نبقى هنا لأكسر الرقم يا حبيبي حنا اليوم ما يجينا لأكسر الرقم شف اللي يصولف كثير ما يكسر أرقام صدق بس أنا ما صولف ترى ساكت من يوم جيد موسيقى موسيقى يبدو أن أنا ولعت لمبة خضرة وأنا ما دعستها بس إن شاء الله الأمور تزيني اليوم عرفت قيمة المتعة الحقيقية في هذه الأشياء أنك تسوي شيء وأنت واثق أنه مو بخطأ أنه النظام معاك القانون معاك في فرصة لك في وسائل أمان كثير حتى لو هربت فيك السيارة زحفة يمين يصار هناك نظام أنت جالس تسويه ما تضر أحد ما تزعج أحد ما تسيئ لأحد ولا حتى تسيئ لنفسك أنت اليوم جالس تستخدم هوايتك في هذا المكان بطريقة قانونية ما حد يدع عليك ما حد تعرض لك أنت ما تعرض لأحد فهنا كانت قمة المتعة وبالنسبة لي هذا هو الفوز الحقيقي اللي أنا فزت فيه اليوم لأن هذه التجربة أتحلم فيها من ونصري أني أدخل هذا الميدان وأشوف هذه الأجواء وألبس الخوذة وأجرب الجو اليوم جربتها مبروك العز بن فهد أنا المدري هو اللي بيوزو له موفاز بس أنا عجزت لأكثر رقمة بالتوفيق له وحظ أوفر لجميع الناس اللي شاركوا ومثلي واخسروا فأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات جاية أسبوهن على خير موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر